بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل شرحة شابتر 1 لولا الانتردكشن والنهارضة بنتكلم على The Absolute Programming System كلمنا في الشراحة السابقة على الانكرمينتر دلوقتي بنتكلم على الابسليوت The Absolute Program Location are always given from a single Fixed Zero or Origin Point عندنا نبدأ عندنا نقطة ثابتة أو Zero Origin Point يمكن أن نبدأ The Zero or Origin Point may be a position on the Machine Table such as the Corner of the Work Table or any specific point in the Workplace يعني الارجن من الممكن أننا أحدده هتبقى نقطة ثابتة على الورك تابل أو تبقى نقطة على الورك piece In Absolute Dimensioning and Programming each point or location on the work piece is given as a certain distance from the Zero or Reference Point تعالي نشوف الكلام ده على الـ Example ونوضح الكلام ده فنيجي بنقول إن أنا لو قدامي أدي الابسليوت سيستم اللي أنا شغال عليه بيقولي أدي نقطة الورجن أهي أنا جبت لي نقطة الورجن إليه أنت زمت شافه منسب الأبعاد كلها وقال لي فيه نقطة بيبدأ منها وبينسب ليها الأبعاد كلها هي نقطة الورجن أو Facebook هنا أحنا هنأخذ نقطة الورجن هو قال إن هي تكون على الورك تابل أو فنأخذها لأ ده أنا هنا إيه ده الكورنر هو بتاع الورك بيس هو اللي أنا أخذه هو الورجن بتاعي فلو جينا نقول هذه عندي إيه الهول رقم واحد وهذه الهول رقم اثنين وهذه الهول رقم ثلاثة عايز أعرف إزاي أوصل من الورجن ليه الهول رقم واحد قال لي الـ X هتبقى بكام الـ X هتبقى يبقى بخمسة طبعا الأبعاد زي ما قلنا بالإنش خمسة وعشرين من مية دي ين اللي هي الـ X ويه الـ Y الـ Y بكام أهي برضو ويه الـ Y المسافة اللي هي واحد ويهو واحد وخمسة عشرين تبقى دين بكام بخمسة وعشرين من مية والـ Y بخمسة وعشرين من مية يبقى كده إيه اول بقى لهول رقم 2 انا همشي من هنا لحد ما وصل لأيه للأرجن بتاعه للسنتر بتاعه لهول رقم 2 يبقى الـ X بكام يبقى لهول رقم 2 الـ X بواحد و الـ Y بكام بـ 25 من 100 اهي انا ما تغيرتش ما غيرتها ايه يبقى إذا ايه 25 من 100 ده لهول رقم 2 طب تعالى لهول رقم 3 برضو ادي نقطة الأرجن يبقى كل الانطلاق بتاعتي بتيجي ايه من نقطة الأرجن دي اللي انا حددتها في الكونر بتاع الـ WorkPace وماشي لحد ما وصلت لهول رقم 3 يبقى الـ X بتاعته لهول رقم 3 بكام اهي ادي لهول رقم 3 الـ X بتاعته بـ 1.75 من 100 انش و الـ Y بـ 25 من 100 زي ما هي مضغيرتش بـ 25 من 100 الـ Y بـ 25 من 100 يبقى دي كده ايه ده اللي هو ايه الـ Absolute Mode يبقى اللي ايه طبعاً دي مكتب لك على الفيجرة هو ايه WorkPace Dimensioned in the Table Absolute System Mode All Dimension are given from the Non-Point or Reference يبقى دي الـ Non-Point بتاعتنا نقطة المعروفة او الـ Reference اللي احنا بنشتغل عليه هنا طيب تعال نشوف ان احنا شغالين على الـ Vertical Milling Machine اللي هي C-Frame ونشوف برضو الـ Tool Motions مش الـ Preceding Hall زي ما كنا بنقول في الـ Increment طيب الـ Y plus اللي Command will code the cutting tool to be located toward the column و الـ Y minus Command will code the cutting tool to be located away from the column Z-plus اللي انهيه Command will code the cutting tool or spindle to move up or away from the workpiece while Z-minus move the cutting tool down or into the workpiece بكده نكون وصلنا لانهيه السلايد نشوفكم ان شاء الله في مقطع آخر السلام عليكم ورحمة الله